فقمت موجة الحرائق التي طاولت نحو ألفين كتار من غابات الشمال الغربي لتونس معاناة ساكني هذه المناطق التي تعد الأنشطة الغابية أحد الركائز الاقتصادية فيها وخسارة مصدر الكسب الوحيد المتأتي من منتجات أشجار الفلين وتمثل غابات الفلين والبلوت والصنوبر مصدر الكسب الرئيس لعدد كبير من ساكني مناطق الغابية سواء في رعي الأغنام أو استغلال منتجات أشجار الصنوبر الحلبي وبالإضافة إلى جيني الفلين يستغل ساكنوء المناطق المحاذية للغابات أشجار البلوت بجمع ثمارها واستخدامها كعلف فيما تستعمل بقية مكونات الأشجار لصناعة الأواني الخشبية والتحط التقليدية